اشتركوا في القناة وعطات المضيئة سار عليها تاريخ سباقات الفورميلوان في مملكة البحرين بدءا من تاريخ انشائها قبل 17 عاما وحتى هذا اليوم ففي عام 2002 تجسد ذلك الحلم على ارض الواقع عندما وضع صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حجر اساس هذه المنشأة العصرية في منطقة لصخير وبعد 16 شهرا وفي عام 2004 تحديدا اكتملت خيوط هذه الحلبة اذ نسج ثوبها صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيس الفخري للاتحاد البحريني للسيارات وانطلقت اولى السباقات فيها وفي نفس العام دخلت مملكة البحرين التاريخ حيث اعطيت البحرين جائزة الاتحاد الدولي للسيارات كافضل منظم لجائزة كبرى وفي عام 2006 نالت المملكة جائزة عالمية في مجال الاعلان والدعاية الخاصة بالترويج لسباقات الفورميلوان وفي عام 2007 حصدت حلبة البحرين الدولية جائزة الاتحاد الدولي لمركز الامتياز وهو انجاز يتحقق للمرة الاولى بالنسبة لحلبة عالمية وفي نفس العام اصبحت حلبة البحرين اول حلبة يطلق عليها الاتحاد الدولي لرياضة السيارات اسم مركز التفوق للسلامة العامة وبعد خبرة خمس سنين في هذا المجال استطاع الاتحاد البحريني للسيارات في عام 2009 من تنظيم سباق الفورميلوان بدولة الامارات العربية المتحدة اما في عام 2010 احتفلت حلبة البحرين الدولية في سباقاتها بليوبيل الماسي لسباقات الفورميلوان وقد عاد الاتحاد البحريني للسيارات في عام 2011 الى تنظيم سباقات الفورميلوان مرة اخرى بجمهورية الهند اما في عام 2012 فقد اعتمدت حلبة البحرين الدولية عدد المنعطفات فيها بواقع 15 منعطفا منهم 12 منعطفا رئيسيا ومع بلوغ المملكة عامها العاشر في استضافة هذا الحدث العالمي حمل عام 2014 في طياته تغيرات عصرية فريدة اذ تم تغيير موعد سباقات الفورميلوان الى الفترة المسائية تحت الاضواء الكاشفة وفي لفتة انسانية اعلن منظم السباق قرار تسمية الزاوية الاولى من المسار الشهير باسم السائق الالماني السابق مايكل شوماخر تكريما لانجازاته في عالم السيارات اما عام 2016 فقد تكلل بانجاز جديد للمملكة حيث نالت البحرين شرف تنظيم سباق الفورميلوان بعاصمة اذربيجان بعد منافسة قوية بينها وبين عدة دول اخرى اما في عامنا هذا وخلال الاقبال الجماهري الضخم الذي نشهده فانه يتوقع انتعاش القطاع الاقتصادي للمملكة من خلال هذا المعلم الرياضي البارز الذي جذب السياح من مختلف الاقطار واصبح منصة التفتت حولها كافة الانظهر ترجمة نانسي قنقر